افتتح وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة الموقتة عدن فعاليات البرنامج التدريب المكثف في مجال البناء والتطوير المؤسسي والحوكمة والذي تنظمه الوزارة بتمويل من البنك الدولي وأكد وزير المياه والبيئة اهتمام الوزارة بالبناء المؤسسي والتنظيمي وعملية بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات سير العمل بشكل أفضل معتبراً التطوير والتحديث المستمر للأداء وأولوية تحرص الحكومة على الاهتمام بها وأشار الوزير الشرجبي إلى أن التطبيق للحكومة يعجز كفاءة الأداء ويدعم القدرات على مواجهة التحديات فضلاً عن تحسين عمليات التخطيط وتعجيز الرغابة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشدداً على أهمية استيعاب مفردات البرامج والخروج بحصيلة معرفية لتحقيق أهداف البرامج وتعجيز ممارسات الحوكمة وتطوير استراتيجيات العمل المؤسسي ويهدف البرامج على مدى عشرة أيام إلى تزويد 22 موظفاً وموظفاً من كوادر وزارة المياه والبيئة بالمهارات والمعارف في مجالات الإدارة المؤسسية الحديثة وتطوير استراتيجيات الحوكمة بما يساهم في تحسين الأداء الوظيف ورفع كفاءة العمل داخل الوزارة وأحداثها العاملة في اغطاع المياه